و أهلا و سهلا فيكم بسلسلة تعليم الكروشي من الصفر اليوم أول حلقة من سلسلتنا حتكون عبارة عن الأدوات والخيوط والأشياء الأساسية فقط اللي رح تحتاجيها لقدام ما رح نكتر و نحكي أشياء ما لها داعي لكن أنا حابة أنه هاي الحلقة تكون الأشياء الأساسية اللي أنت تقدري خلاص تروحي على المحل اللي تجيبيها تقدري تعملي أي مشروع بالدكية بعدين مع التطور الجاي بالحلقة الجاي تقدري نفسي أي ورشي إحنا بنعملها أو تقدري تقرأيها من باترون جيبوا مشروبكم المفضل و هلأ نبلش مع بعض على الأشياء الخفيفة أهم شيء وأحسن شيء تجيبوا بهاي المرحلة اللي هي خيوط الأطن والأكريلك والأهم إنه يكون الخيط سميك و لونه فاتح خلال فترة التدريب ليه؟ لأنه هذا الشي رح يساعدكم إنكم تقدروا على طول تشوفوا الخط طبعاً لخيوط معبية وأشكال ألوان من وين نجيب الخيوط؟ لخيوط أعتقد بكل البلدان موجودين أي حدا بعرف كمان بأي بلد هو فيها يكتب لنا بالكومنتات عشان يفيد البنات لأنه في بنات يمكن جداد جداد ما بعرفوا حتى من وين يجيبوا الخيوط أو حتى ما في حدا بعائلتهم اشتغل قبل هيك فساعدوهم يعني مثلاً اللي من مصر تكتب أنا بجيب الخيوط من هون اللي من السعودية تقول أنا بجيب الجزائر المغرب أي حدا شو جنسيتو؟ يكتب من وين بجيب الخيوط عشان يساعدهم الخيوط دايماً بفضل إنه يكون هذا النوع اللي سميك الخيوط فيه أنواع كتير فيه صوف فيه أكريلك فيه أطون فيه مكرمية ما تدخلوا بهذا المجال هلأ بس أعرفوا نظرياً إنه فيه أكتر من خيط بس إحنا راح نجيب اللي هو هذا مركة تركية أعتقد إنه هو انتشر بكل أنحاء العالم وموجود بمصر بالجزائر بكل مكان واللي عنده كمان غيره أوكي ياخده يعني إذا فيه شي محلي كمان حلو لأنه مثلاً فيه عندكم الخيوط المصرية كتير حلوة وأشياء محلية فممكن يجيبوا منها بس أهم شي إنه يكون السمك طبع الخيط سميك وحتى اللي بيحب حتى يجيب صوف جيبي صوف بس إنه يكون على سنارة خمسة أو ستة هلأ كمان راح نشرح السنارات على مهل ويكون كل إشي واضح فالأهم إنه نجيب بكرة أكريلك أطون أكريلك يعني هون شوفوا خمسة وخمسين بالمية اللي هو أطون وخمسة واربعين بالمية اللي هو الأكريلك هون إحنا عم نقرأ شو مواصفاتها هون إنه لازم نغسلها باليد هذا الخيط لازم ينغسل باليد وهون كل الممنوعات اللي ممنوع نعملها ونكويها إحنا فينا نكوي بس راح يكون فوقه يا طبقة هنحط شي فوقه مثلا شرشف خفيف أو هيك أو راح يكون عبارة عن بس بخار هيك بالضغط بعدين بقولك هون لتريكو هاي سنارة لتريكو من ستة لتمنية وهاي سنارتنا اللي هي الكروشي بقولك من خمسة لسبعة وهون قديش المشروع هذا بياخد منك طول وعرض بعدين راح نيجي هون هذا تقريبا بيكون لون الخيط كل المواصفات بكل الخيوط تقريبا نفس الشي هون بقولك إنه كم جرام وهون بالأوز وهون بالجرام وهون كم بالمتر 200 متر وهون باليارد اللي هي واحدة قياس مختلفة وهذا إنه هو من تركيا وهاي كل المواصفات تبعات الشركة فهيك إحنا بنعرف كيف نجيب خيطنا والأحسن زي ما قلت لكم إنه السنارة تكون كبيرة فأنتي هلأ رحتي على المحل ما بتعرفي ولا إشي بدك تجيبي خيط كبير والبيع على المحل مثلا ما بعرف شو قصدك شو بدك عادي بتروحي بتشوفي الخيط بتشوفي الأطن بتشوفي الأكريليك إذا هدول ممتازين منها تمام منشوف السنارة إذا السنارة من خمسة لسبعة تمام تمام هيك هدا الخيط كتير مناسب شو ما كان بس الأسهل إنه يكون زي ما قلت لكم أطنوا أكريليك مع بعض عشان تعرفوا تمسكوا الخيط ويكون منيح في نوع تاني اللي هو أليزا قولد كوتون كمان نفس الشي بس هدا بلس شوفوا رح أفرجيكم السمك الفتلة شوفوا كيف فتلة يعني اللي بلاقي هاد أوكي ممكن يجيبه رح يشتغل بسنارة أربعة ونص بس بفضل إنكم تجيبوا شي سميك مثل هيك من سنارات لخمسة لسبعة خصوصا إنكم هلا مبتدئات وعشان ما تحسوا إنه هو الشي تقيل عليكم أو الشي إنه ما تقدروا تعملوه ودايما ركزوا ببداية الموضوع إنه يكون لخيوط لونها فاتح عشان ما تتعبوا ولأنه أول المشوار فما تجيبوا أبدا لون غامق أو فاقع أو كل هاي الألوان ما تستعجلوا عشان شوي شوي رح تتدرجوا وراح تبدعوا ما تخافوا بس الأحسن إنكم تختاروا أول شي ألوان فاتحة أو متوسطة وما يكون أبدا إغامقة هيك خلصنا لخيوط يعني هلا أنت جاهزة هتروحي على أي محل أي محل بتركزي على السنارة إنها تكون كبيرة عشان الحلقات الجاي نطبق مع بعض وإنه يكون كوتن وأكريليك بهاي النسب أكتر شي وهذا إذا لقيتوه كمان ممتاز وإذا ما لقيتوه فيه هلا نوع تاني اسمه بارتكا كمان ممتاز ممكن تقدروا تجيبوه وهلا هيك خلصنا فقرة الخيوط عالم السنارات عالم السنارات شي لا يوصف هدول السنارات اللي أنا بلشت فيهم طبعا هذا الحكي يمكن قبل 12 أو 13 ثاني فكانت هاي الأكتر شي متواجدة اللي هي الألمنيوم واللي حتلاقوهم أعتقد بكل البلدان لأنه هم أشهر شي هدول امنح ما بقولكم لا أو في من هدول كمان كمان ألمنيوم مع بلاستيك بعد ما اتطور الموضوع كمان أنا عاملي حلقة هيك بس عم بفرجيكم هلأ وفي إياسات منهم من إياس مثلا هون أنا كنت جاي بكم إياس 2 2 وربع 3 وبعدين بتدرج وبتدرج يعني هاي السنارات الألمنيوم منيحة توفي بالغرض بس أنا نصيحتي بما أنه هلأ الزمن كتير تطور أنا طبعا مخليتهم صراحة للذكرى هلأ الزمن كتير تطور وحتلاقو كمان بكل البلدان المسكة اللي هي فيها ربر اللي هي هاي طبعا هادا كل الإياسات الإياسات ومن وين بتعرفيها يا بتقولي لتبع المحل أو بكون مكتوب هون إياس السنارة المناسبة فإحنا مثلا رحنا على المحل بدنا سنارة سبعة حيعطيكي هيك سنارة سبعة حيعطيكي الخات مع السنارة بس ما في شي سهل ما في شي صعب بالعكس سهلي كتير ورح تقدر يعني حتى لو أنت مبتدئة رح تقدر تعملي هذا الشي بكل سهولة نيجي للسنارات اللي بعد ما اتطورت الدنيا وصارت أحسن هدول سنارات ربر هاي ماركة أصلية اسمها كلوفر هي 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 يابانية أعتقد آه يابانية مسكة الربر بتاخد العقل بنات وما بتعب الإيد وما بتعب الأصابع وأنا عن جد بنصح فيها حتى لو أنك تجيبي بس رقم واحد أول إش يعني مثلا أنت هلا بدك تشتغلي أكتر أكتر شي بسنارة خمسة أو جبتي هاي البكرة وبدك تجيبي سنارة بنصحك أنك تجيبي الربر مو الحديد ما تسترخصي عشان هاي الشغلة رح تحببك بالكورشة أما الألمنيوم ممكن تحسيها شوي صعبة وأولها رح تغلبك شوي لأنه رح يزحلق الخيط فأنا بنصحكم أنكم تجيبوا وحدي بس رقم واحد أصلي عشان يسهل عليكم التعليم ورح تفرق معاكم الله العظيم 180 درجة يعني ما تتخيلي هي شي بسيط بس هي هي الأساس هي اللي رح تشجعك إذا حسيتي الشغل فيها عن جد سهل فأنا بنصحكم بأي في كتير ماركات في طولب أعتقد وفي كلافر في كتير ماركات أصلية بنصحكم أنكم تجيبوها إذا لقيتوها ببلدكم إذا ما لقيتوها ببلدكم والله غالب خلص جيبوا الألمنيوم اللي هدول أكيد رح تلاقوهم بكل بلد بكل البلد العربية أعتقد حتى بره والله موجودين بس زي ما قلت لكم الأفضل أنه تكون تحت الربر وفي منهم مش أصليين صراحة ما جربتها بس برضو أحسن لك من الحديد حتى لو مو أصلي جيب الربر أنا هيك شفتها بعد ما اتطورت الدنيا صراحة أحسن أحسن بكتير من الحديد طبعا هيو زي ما أنتو شايفين هي أرقام تترقم من اتنين وربع لحد ستة بعد الستة بتصير الأرقام الثابتة اللي هي سبعة تمانية تسعة هدول ما بيجوا مع الطائم أنتو بتصيروا تشتروهم لحالو فهدول مش هلأ بكير عليهم بس أنه بقولكم لتقوم مثلا كيف بتيجي تقريبا بالسوق وزي ما قلت لكم بنصحكم ما تستقلوا فيها أنها تكون رابر عن جد هلأ هون خلصنا هيك مثلا اخترنا خيطنا وجبنا سنارتنا خمسة ممتازة ننتقل للشغلة اللي بعديها واللي هي كتير مهمة واللي هم هدول الماركر أو الفواصل أو بيسموهم كتير أسماء بيسموهم كتير أسماء وبعملوهم من أشكال وألوان عشان نحدد كيف بلشنا ووين رح ننتهي ما تستقلوا فيهم مهمين كتير كتير للمبتدئات بنصحكم أنكم تجيبوها بلاستيك مقوة هيك شوفوا ما بتنكسر لأنه في منهم بيجي بلاستيك تعملي هيك تنكسر بإيدك فانتبهوا لما تجيبوها ممكن نعوضها ببنس الشعر عرفتوهم؟ رح أحط لكم صورتها هلأ خطرة عبالي والله أنا عم بحكي لكم أنه جيبوهم هذا إذا أنت مو حابة تخسري مثلا أو حاسة أنه لسا بكر مش مشكلة بس أهم شي لازم يكون عندك ماركر ما تستقلي فيها لأنه هذا اللي حيفرجيكي وين أول الشغل وين أخر الشغل وكيف شغلك يكون مزبوط أولها فجبنا الماركر وزبطناها الشغلة اللي بعديها واللي هي إبر التنظيف إبرة عادية بس بدي إياكم تجيبوها مش هيك مدبب يشوفوا ما بتجرح مش متل تبعت الخياطة اللي بتجرح إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي أو حتى لو ما فهمتوا علي لما أنتوا تحكوا للزلمة بالمحل بدنا إبر تطريز عشان ما تغزكم يعني شوفوا ما بتأذي عارفين كيف؟ غير مدبب فجيبوا منها عشان رح يكون محتاجين أول شي إنه بعد ما نخلص شغلنا إنه ننظف هنا أنا عندي مليون ألف شي طبعا كنت مبتدئ أو ما بعرف شو أجيب فكنت أجيب إبر ويغزوني ويلا ليه هيك وليه هيك وليه العالم كلهم عم بيعملوا شي عادي كمان ومخليتهم للذكرى فجبناها الشغلة اللي بعديها اللي هي قياس الشريط هذا المتر كتير ضروري ومنيح ولو ما بديكيه أول فترة مش مشكلة بس من الأساسيات فرح نضيفه هاي خلصنا وهي جبناهم وبعدين مقص هاد أحلى مقص رح يمرق عليكي صراحة ما بعرف شو اسمه ولا بس هي ماركة معروفة يعني شكله هيك مثل الطير الحلو فيه إنه كتير ماضي وبيعطيك القص على المزبوط لا بيخرب لك الخيط ولا بيناتشه ولا بيعمل أي شي من هاي الأشياء فعن جد مفيد بس الأهم طبعا إنه يكون يعني أي ماركة أنتو بتكون تجيبوها أو ما توفر عندكم يكون شو المقص ماضي عشان تقدروا إذا ما تقصوا يقص معاكم مزبوط ما يغلبكم واندي أفرجكم كيف يعني شوفوا كيف يعني ماضي ها خلص قصها على طول مش بيلزق أو بدب إن شاء الله تكونوا فهمتوني يعني فهدول الأدوات المهمين واللي ما في غيرهم تقريبا لأي مبتدئة فعليا حابة إنه تبلش أدوات كتير بسيطة ولو حصرناهم كله بسنارتك وخيطك هدول كمان الأهم والأهم بس هدول مش مش مهمين بس اللي حابة إنه تجرب ومش حابة تخسر أو ببلادكم هدول شوي غاليين عليكم مش مشكلة بلشوا بالسنارة وبلشوا بالخط وأهم شي جيبوا السنارة حتى لو مش أصلية بس تكون الربر لأنها حد ساعدكم وما رح توجعكم بالمسكة هاي هيك اللي كمان بنصحكم فيها إنه تجيبوا هيك مقلة مصغيرة هاي تبعت مدرسة على فكرة بس علشان تحفظوا فيهم أغراضكم أنا هون مثلا حافظة فيهم تبعون التطريز لأنه كنت ماختي ورشي قبل فترة فأهم شي إنه شي هيك صغير وحلو مقلة مصغيرة تحطوا فيها سناراتكم وأشياءكم عشان لضع ونصيحة أخيرة يمكن قليل بكتير تلاقوا حدا يحكي فيها لكن أنا بشجعكم بشجعكم وخصوصا المبتدئات إذا أخذتيها عادة رح تضلها معك طول الوقت أهم شي الكريم يضل معك لأنه مع الوقت رح يصير في تصبغات بإيديكم بأصابعكم هون أو عحسب ما هتعملي لفة الخيط لما تبلشوا إن شاء الله فأهم شي من الأشياء اللي عن جد مهمة ورح تفرق معك ورح تفرق بجمال إيديك ويضلهم محافظين على حالك إنه تخلوا كريم جنبكم طبعا هذا كريم من منتجاتي اللي بحب يشوف في متجري حيلاقيه بصندوق الوصف بطلت أبدا أستخدم كريمات السوق من وقت ما قررت إني فعلا أتجه للأشياء الطبيعية ورح تلاقوا كمان على القناة كم وصفة منتجات طبيعية اللي بقدر يعملها ما يأثر بحاله لأنه الأفضل إنه الواحد ينتبه على صحته وكتير أشياء بابدي أدخل هلأ وكتير مواضيع بس من يوم ما أنا بلشت أعمل منتجات طبيعية مستحيل أستخدم إلا منتجاتي أو منتجات أشتريها كمان طبيعية أو طبية فهذا الشي كتير كتير مهم ووقتيها رح يفرق معكم التزموا بترطيب قضيكم وأصابعكم عشان رح تكون نقطة فارقة بالنسبة لأيلكم هاي هي كانت حلقتنا إن شاء الله يارب تكون مفيدة وأصيرة وحاولت أعطيكم الأشياء بس المهمة لا أكثر ولا أقلل عشان ما تحسوا حالكم إنكم ضايعين فإن شاء الله يارب أكون أفضتكم أهلا وسهلا بكل صديقاتي الجداد حبيبات قلبي شرفتوني وكل وسائل التواصل الاجتماعي رح تلقوها بسندوق الوصف ودايما ابعتولي كل تطبيقاتكم وكل مشترياتكم على أكاونتي الكبير اللي هو كروشي وومن بكل يعني بكون جدا سعيدة إنكم تشاركوني يومياتكم لأنه أنا وصديقاتي بنتواصلوا هناك دائما والإستوريات تبعتنا بتاخد العقل ودايما يعني بحرص إني أدعمكم متل ما إنتوا دايما بتدعموني وبمحبتكم وكلامكم الحلو فدايما بشارك الأعمال اللي بنعملها بالورشات صديقاتنا الجداد حتبدعوا صدقوني مفي والله شي صعب أنا متأكدة إنه رح يكون شي خيالي تطبيقاتكم بس ركزوا شوي معاي بالحلقات الجاي وجهزوا أغراضكم عشان نبلش التطبيق وبشوفكم على ألف خير